نشوف التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى العالم في مقابل هذا التباطئ الغير مبرر للأسف اللي اليوم لمسناه في ثنايا ومضامين تصريح معالي وزير المالية فأنا أتمنى أن يتدارك الأمر ويوضح شنو مراد أو شنو مقصودة في التباطئ في حين أنه هو نفسه شرح في المجلس وما كتب من تقارير ووثاق قدمها للمجلس تضمنت مقدمتها أن التباطئ أو التأخير والتسويف في الأصلاح الاقتصادي ستكون فاتورتها عالية أو ستضمن تكلفة عالية